بدأت القصة النهاردة الأب دخل البيت سمح صوت عيالي قوي واخناء بين الأم والطفل الأب بيسأل ايه اللي حصل؟ الأم قالت له ابنك طول النهار قاعد ماسك المفكات وقاعد يفك في الألعاب وكلما يجيب لعبة جديدة يمسك يفكها ويبوزها ومعدش عنده ولا لعبة سليمة رد عليها الأب وقال لها لو أنا والدتي ما كانتش عملت معايا ده ما كانش زماني وصلت ان انا بقيت أشتر مهندس في المجال بتاعي قالت له والدتك كانت بتعمل معك ايه؟ رد عليها بكل بساطة وقال لها كانت بتساعدني ان انا اقدر افك الألعاب او ساعدني ان انا اركبها تاني ومن خلال الحاجة دي بدأت احب شغل الصيانة والفك والتركيب وبدل ما كنت انا بعمله وما بيكونش عارف ان انا ارجعه تاني كانت بتساعدني ان انا اقدر ارجعه بالشكل السليم فدلوقتي الحاجات اللي انا اكتشفتها وانا صغير حبتني في مجال الهندسة والمجال ده ساعدني دلوقتي ان انا اوصل ان انا ابقى اشتر واحد في مجالي لان اتعرضت الحاجات كتيرة او من صغري فلما ابنك يكون حابب مجال معين او حابب حاجة معينة او حابب يستكشف في طبيعة معينة او تفضل تزعق له وتقول له لأ بس ما تعملش نمي القدرات اللي عند ابنك طورها ساعده ان هو يتحسن خليه يقدر يبدع خليه يدخل المجال اللي بيحبه بلاش تقف ضده في كل حاجة سيب ابنك يختار بيحب ايه عاوز يبقى ايه نفسه يكون ايه في المستقبل لان الحاجات اهتماماته دلوقت اللي هو بيعملها حاليا دي هتكون النواية اللي انا بساعد ان هو يوصل في المستقبل ان هو يكون مميز فيها وبكده قصتنا ببساطة تكون خلصت اتمنى ان احنا نطبقها مع ابناء نسيبهم يكتشفوا يسيبهم يتعلموا نسيبهم يحاولوا يعرفوا البيئة اللي حواليهم عشان ده هيساعدهم كتير او في المستقبل محتاجين اولادنا يحبوا الحاجة اللي بيعملوها يدرسوا الحاجة اللي بيحبوها عشان يقدروا يدين ويفيدوا البشرية ويفيدوا بلدنا ويكون متطورين مش بس حفظين وبنفس وان شاء الله نشوفكو في اللقاءات تانية وفيديوهات تانية ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة